هذا الهاتف شبيه بالآيفون من ناحية التصميم ويأتي بسعر رخيص جداً وهو الجديد شركة رالمي رالمي سي 53 هاتف من الفئة الاقتصادية يقدم وصفات ممتازة مقارنة بسعره لذلك تابع الفيديو الأخير لمعرفة كامل التفاصيل عليه ولكن قبل ذلك دعمونا خوطي مخاسر والو دير لايك ودعم ولد بلادك والآن نبدأ على بركة الله السلام عليكم معكم عادل من قناة دقائق تقنية أولاً راح نشوف ماذا يوجد داخل العلبة سنجد هاتف الرلمي سي 53 رأس الشاحن بقوة 33 نواط كابل شحن من نوع طيب سي داب بوست شرائح لخراج بطاقة السيم والذكرة الخارجية اقراب حماية مصنوع من السيليكون مع كتابات التعليمات والآمان ثانياً نبدأ بالتصميم يأتي هاتف الرلمي سي 53 مع واجهة أمامية من الزجاج تحتوي على النوتش للكاميرا الأمامية كما يمكنك تحويل هذا النوتش إلى خاصية الميني كابسل والتي تشبه النوتش الموجود في الآيفون 14 برو وهذه الميزة موجودة أيضاً في هاتفها السابق الرلمي سي 55 ستظهر لك الإشعارات كعند توصيل الهاتف بالشاحن أيضاً الهاتف يأتي بتصميم جميل وآنيق ويشبه بشكل كبير تصميم هاتف الرأيفون خاصة من شكل الكاميرات الخلفية والحواف المسطحة أيضاً ظهر الهاتف لا يترك بصمات ويأتي الهاتف بألوان متميزة كاللون الذهبي اللامع واللون الأسود ظهر الهاتف والفريم الجانبي مصنوعان من البلاستيك القوي واللامع ويدعم تركيب شريحة الاتصال من نوع نانسيم كما يدعم شبكات الجيل الرابع ولا يدعم خاصية الأنفسي لا يدعم أيضاً مقاومة الماء والغبار وزن الهاتف 182 جرام مع السمك رقيق جداً 7.5 مليمتر والذي يعتبر مريح جداً من الاستخدام بيد واحدة وبالنسبة للشاشة فتاة بحجم 6.74 إنش من نوع ABS LCD بجوجة الفول HD بلاس وبدقة عرض 1080 في 2400 بيكسل مع كثافة بيكسلات 390 بيكسل لكل إنش لمعدل تحديث جيد 90 هرتز رح يعطيك سلاسة كبيرة مع استخدام الهاتف التصفح والألعاب مع سطوع جاية تحت شعة الشمس يصل 560 نيس صراحة شاشة ممتازة خاصة أنه يأتي بسعر رخيص أيضاً الشاشة تستحوث على نسبة 85.5% من الوجهة الأمامية مع حواف جانبية متناسقة أيضاً يتميز الهاتف بمعالج من نوع يونوسوك تايجر تي 612 ثماني النواد بدقة تصنيع 12 نانو متر مع المعالج الرسومي مالي جي سلعة وخمسون هذا المعالج هو نفسه الموجود في هاتفها السابق الرلمي سي 33 والريلمي سي 30 الهاتف متوفر بنسخة واحدة من مساحة التخزين والرامات بمساحة 180 جيجا مع 6 جيجا بايت رام مع رام من نوع LPDDR4X يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لزيادة حجم مساحة التخزين حتى 2 تيرا بيت أيضاً يمكن زيادة سعة الرامات افتراضياً عبر تفعيل خاصية الديانامي كرام الهاتف يتيم أحدث نظام وهو الأوندريد 13 مباشرة من العلبة مع واجهة ريلمي الجديدة ريلمي يو آي والتي تحتوي على العديد من الميزات أيضاً الهاتف تحصل على منصف أنتوتو على أكثر من 211 ألف نقطة وهو رقم جيد مقارنة بسعره وسيكون مناسب لمحبي الألعاب الهاتف يدعم منفذ السماعات 3.5 مليمتر وبصمة الإصبع مدمجة في زر الباور ومن مميزات الهاتف النبياتي ببطارية ممتازة بحجم 5000 مليامبير تدعم شحن السريع بقوة 33 نوات أي يشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال نصف ساعة تقريباً وبالنسبة لمنظومة الكاميرات سنجد في الخلف كاميرتين الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.8 تدعم تصوير الفيديو ودقة Full HD بمعدل 30 FPS والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابيكسل وبفتحة عدسة F2.4 خاصة بعمل العزل أو البروتري للخلفية وأما الكاميرا الخلفية أو عفوة الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.0 تدعم تصوير الفيديو بدقة HD بمعدل 30 FPS وأما السعر الهاتف يأتي بسعر حوالي 120 دولار أي ما يعادل زرز ملايين و400 ولكن أكيد سيكون أغلى في الأسواق العالمية وممكن أن يصل السعر إلى 3 ملايين صراحة سعر ممتاز مقارنة بموصفاته وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف وسعره وهل يعتبر منافس جيد في هذه الفيديو السعرية أم لا رجاءا شاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه